السلام عليكم انا شكر و هامل معكم النهاردة بطاطس البورية بقراط اللحمة شكلها جميل وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول زي ما انتم شايفين ان شاء الله اجربوها وتعجبكم نحن زي ما انتم شايفين شكلها جميل فعلا وعلى بركة الله نبدأ الشغل عندي كيلو بطاطس مسلوق وعند قبيعة لبن وعند قسط الطيب وفلفل سود وملح وعند خمسين جرام زبدة بطاطس دي مسلوقة وهي سخنة عطود بهرسة بهرسة كويس وما بتبع سخنة بتساهل علي عملية الهرس هرسة البطاطس كويس احط عليها الزبدة والزبدة ليست سمنة لان الزبدة تعمها بيظهر جدا مع البطاطس بس لو احط زبدة لا يوجد مشكلة نهرس زبدة مع البطاطس مع البطاطس انها عام فيها خالص عشان تختلط في بعضها ودي البطاطس البوري اللي انتم بتاكلوها برا هي دي اللي احنا بنعملها اه خلطنا الزبدة مع البطاطس كويس وادي لها التوابل بتاعتها اللي يجرس تطيب وفلفل اسود وملح واقلبهم في بعض كويس بعد بعد ما هنقلبهم كويس بالشكل ده وندخل البهارات في البطاطس كلها عندي كوبية لبن احط شوية شوية بما شوف ايه اللي يحصل واتاخد لبن الدهي احطنا لبن الزبدة احطنا لبن الزبدة او معلقتين ثلاثة ايها مش ميزان ايها عملية تطعيم للبطاطس احطنا لبن ثاني وهنقلب حد ما توصل لدرجة التقلي اللي احنا عايزين او الليون اللي احنا عايزينه احطنا لبن الزبدة الكوبية كلها يعني كده كل البطاطس خد كوبية لبن وخمسين جرام زبدة اضبطي بقى ميادارك على كده ونقلبهم في بعض كويس ندعاكم في وعدة جامد انا عايزة تبقى زي الكريمة زي ما تشايفين كده بعد موصلت للدرجة ديت عندي الصينية او القارب الباريكس اللي انا هشتغل فيه افضي في البطاطس اعود شايفين البطاطس عنا زي الكريمة بالزبط زي ما قلنا كل البطاطس خد كوبية لبن اه وهنفرد البطاطس في الصينية او الباريكس اللي انت هتشتغل فيه ونساوي الوش كويس تمام تمام كده خلاص هنركنه جنبنا ونشوف هنعمل ايه تاني عندي لحمة مفرومة كمية اللي انت عايزها احط عليها ايه احط عليها بابريكس وفلفل سود وكمون وملح كمية اللحمة انت اللي متحكمة فيها احط الكمية اللي انت عايزها ربع كيلو مص كيلو كيلو براحتك وهندعكب بعض كلها كويس مع البورب بتاعتها وهنبدأ نشتغل بها وعندي شوية دقيقة في الطبقة هنشوف هنعمل بهم ايه دائما وانت بتفرم اللحمة للكفتة والبورجر والشاجات قد الملح بتاع اللحمة في الوش الثاني بتفرمها وشين في الوش الثاني حط الملح مع اللحمة بيبقى عامل زي السمغة في اللحمة ما بتفكش ابدا تعملها سيخ بورجر براحتك كورت اللحمة بالشكل ده وحطتها في الدقيق اللي جنبي وحطت دي على قدة لان اللي هتبقى هيترمى ولفت كور اللحمة دي في الدقيق اعود زي ما تشايفين نضع بسيط وسهل خالص هي فكرة بس انا بوصلها لك هنخش على النار نشوف هنعمل ايه بالكفتة دي عندي الطاصة في معلقتين زيت سخنين هنزل بالكفتة بتاعتي على زيت السخنة في الطاصة اعود اعود نضع الكفتة بتاعتنا نشيلها من الدقيق نرفضها من الدقيق نضعها في معلقتين الزيت اللي انا حطتهم في الطاصة وسخنه حطت فوم الكفتة وهو وهبدأ ان انا احرق الطاصة مش هقلب بالمعلقة اعود لحد ما الكفتة دي تستوي لونه هيتغير اللي هو يبقى اللون الرصاصي ده اللي هي ما معنى ان هي مستوي او بالشكل ده في الوقت ده اعدي لها معلقتين صلصة صلصة مضروبة في الخلاط عاد يخلص ومتصفية اعديها معلقتين صلصة وهسيبها مع الصلصة دي دقيقتين كده تتسبك وهدها بعد كده ربع كباية مية وهسيبها تستوي والصوص بتاها هيتغل لونه تتلع الصلصة والمية الصوصة تتسبك تلعت بها برا فضتها على البطاطس ورشيتها عليها اي نوع اجبنا مبشور ودخلت الفرن عشان تاخد لون اي شايفين شكلها جميلة جدا مش محتاجة كلها وموضوع الكفتة بسيط خالص اعطت الكفتة على النار تستوي تتدعم ملعتين تماطم وربع كباية مية واتسيبها تركز خالص وتحطيها علي وش البطاطس وفوق شوية جبنة ودخلتها للفرن وصير موضوع على كده وشايفين شكلها جميلة جدا واذا اعجبكم الفيديو اعملنا عليكم واشتركوا في القناة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة